صندوق النقد الدولي الآن وضع يده تماماً على السياسة المالية المصرية السياسة النقدية تقريباً واحدة من الأمور اللي بتنتزع أي سيادة لأي دولة يوم أن يدخل برجله لمن أو الشمال صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي كان عامل تقييم عن 15 نقطة ومعيار كان حطتهم شروط والشرطات للنظام المصري فنجح النظام المصري في سبعة بايع ليه تمانية صندوق النقد لا يزال حتى الآن هو يسير السياسة الاقتصادية المصرية وبالتالي طالما أن ساعتك دخلنا في هذا المعترك ومصر أصبحت الدولة الأولى في الشرق الأوسط للنسدانة من صندوق النقد الدولي والدولة الثانية عالمياً بعد الأرجنتين للنسدانة من صندوق النقد الدولي فعلاً أنه لا توجد أي سياسة اقتصادية أو مالية أو نقدية الآن في مصر إلا بموافقة صاحب الفرح صاحب الخزنة صاحب الدين صندوق النقد النهاردة حضرتك بدأ هو ليكلمنا عن بيع أرض مصرية صندوق النقد الآن لي بيكلمنا عن وجود أرض مصرية عن وجود صفقات مصرية جبل الزيت والزعفرانة اللي عام الحالي طبعاً حضرتكو لما أنا أعرف إيه اللي حيتباع من مصر وصفقات مصر من الخارج من صندوق النقد أرض مصرية مؤسسات مصرية كيانات مصرية اللي يعلن عن بيعها وطرحها للبيع للشاري هو صندوق النقد يؤكد أن منطقة جبل الزيت والزعفرانة المفروض حيتم بيعهم العام المال الحالي أنا طبعاً حضراتكم كان ليه حظ أن أنا رحت البحر الأحمر المحافظة عادت فترة في الغرداء شفت حضراتكم الزعفرانة شفنا المنطقة الجميلة جداً شفنا سفاجة نزلنا تحت شفنا المرسى عالم شفنا أيضاً أرضنا هناك الموجودة في البحر الأحمر أنا الزعفرانة دي تنباعي إزاي معرفش منطقة دي تنباعي إزاي معرفش زعفرانة زي رأس الحكمة يا جماعة زي رأس جميلة زي ضحية الجميل في بورد سعيد إيه منطقة كاملة في مصر تباع أنا الحقيقة حتى الآن والمشكلة أنت خلاص ما بقتش للاقي حد رد يطلع عليك في مصر يقولك إيه تسمع عن بيع أرض مصرية أو مدن مصرية من الإمارات أو من السعودية أو تسمع من سندوق النقد أو من أوروبا أو تسمع من البنك الدولي أو الانتحاد الأوروبي حقيقة أنا مش عارف هنروحها لفين في ظل الآن أن في حد قعد وعرض مصري للبيع فتح المزاد على أونة على دو على تري ميل الشري والشري إزاي أو أي حاجة اللي معاك حياته وسلك نفسك الشعب المصري أرضه تباع أمام عينه وهو لا حول له ولا قوة سندوق النقد النهاردة اللي يعلن هذه الأخبار أحمد أكيد سمعت الأخبار زي طيب بس يا دكتور عطوان عشان بس إيه نحط النقاط على الحروف زي ما بيقولوا كده وأبدأ بالجملة الجميلة دي ليه بقى ليه سندوق النقد إحنا بنعرف منه مصر هتبيع إيه بكل بساطة سندوق النقد ده هو اللي تم توجيه طلب رسمي ليه إن يزيد القرد من 3 ل 8 تمام؟ حلو جدا طيب سندوق النقد لما هيديك التمانية دول هيسيبك بقى لما يجي معادة قصات الدفع والديون والقصة دي كلها هيقولك أيوة أيوة نظام مصري ابعتلي القصة لا طبعا هو بيديرك دلوقتي يا رئيس خلاص هو بيديرك وبيدير ممتلكاتك وبيدير أرضك وتحطله على البلان كده وعالترابيزة إحنا هنبيع هنا وهنا وهنا أيوة هتبيع بكام؟ إقصاتك اللي هتجيلك إيه الدفعات اللي هتجيلك إيه فسندوق النقد دلوقتي لا يصق أصلا في النظام المصري بس بيصق في نفسه فهو دلوقتي بيدير المشهد عشان كده بيقول إن مصر جمهورية مصر العربية سندوق النقد هو اللي بيقول للمصريين وقول لعالم كله إن مصر هتعتزم إن هي تنهي صفقتاي جبل الزيت والزعفران لما جات الوزيرة تكلمنا عن جبل الزيت والزعفران قالت لنا أي معلومات؟ لا ما قلت لناش أي حاجات لنا مستثمر استراتيجي فاكر الجملة دي المستثمر الاستراتيجي ده بكل تفاصيل وبسلطات وبابا غنوجه عند صندوق النقد عارف هو مين وهيدفع إيه وهيدفع كام والديون اللي هتدفع بالزبط كام وهو مجدولها على حسب اللقصات اللي هياخدها من مصر فطبيعة يا بيبة ده من تقبلت إن حد يجي ياخد أرضك وحياتك مقابل إنه يديك عشان أنت محتاج ويزلك لأنك بتستلف هو اللي يزيع وهو اللي يقول طوو بعدين وبعدين هقول لك أنا بقى الفضل لما يجي صندوق النقد في كلمة دائما وأبدا بيرددها الدكتور عطوان عايزكوا يعني تخلوها معاكم شوية اللي هي إيه صندوق النقد الدول وما دخل صندوق النقد إلى مدينة إلا وجاء الفقر وراءها أهو الله يا جماعة إيه الدليل قلت لك لما صندوق النقد بيبدأ يديك ديون على طول بيفرض حزمة من البرامج على النظام اللي هو بيديله الديون يعني بالبلد كده صندوق النقد هيدي المصر فلوس هيرفعها من ثلاثة لثمانية فيقول لهم إيه هيقول لهم إحنا عايزين بقى نرفع الدعم عن كل حاجة بيتم دعمها في جمهورية مصر العربية يا باشا دا المواطنين شدين الحزام والحزام مقرط وخلاص حطين بلاطة وفي ناس بتنمن غير عشاء وفي ناس بتاكل رجول فراخ ومش لقياها وهياكل الفراخ والرجول والأجنحة بقى تكله بستين جنيه دلوقتي فبقى يعني الطبقة المتوسطة بتاكل عادي رجول فراخ وهياكل هنعمل فيهم ايه تاني قال لك لأ انت مش طلبت فلوس وإحنا أدنالك خليك شاطر ومطيع وكيوت وانتا نظام ما شفناش ازاي دا لسان حال صندوق النقد للنظام المصر انتا نظام بنقول لك شد على شعبك بيتموتهم وبنشوف انها مفيش حد يعني الدنيا تمام والناس بتطلع تعمل لها كان فيديو كده على مواقع التواصل الاجتماعي ويشتكوا ويعياتوا شوية وبتاع الكلام ده لكن رضيه والنظام مسيطر والقبضة الامنية مسيطرة والدنيا تمام وكله تحت السيطر فاحنا هنلاقي زيك يا نظام يا مصري فين نديه له كروض ويبيع ارضه عشان يسدد لنا وإحنا معانا الدايرة بتاعت الفلوس كلها وانسيبه وانسيبه المية ده انت لقطة بيه انت كنظام لقطة فبالتالي ايه بقى اللي بيطلبه السندوق دلوقتي بعد ما اعلن ان مصر بتعتزم بيع جبل الزيت والزعفرانة ده اللي يخصك بقى كمواطن نجمع بقى هنا كده في الشارع المصري ونقعد مع بعض عشان ايه اقول لكم بقى سندوق النقط بيديك باليمين وبياخد منك ايه بالشمال مش بياخد بس حقه صاته وديونه والتأمين اللي بتدفع لقصات الديون لا ده بيأمر من يحكم مصر انه يرفع الدعم عن الشعب المصري ايه يا محمد الكلام اللي انت بتقفر بيه ده اقول لك والله ما بقفر ده الواقع اهو ومن القاهرة 24 بص يا بيه صندوق النقط بيقول ايه مصر ملتزمة باستكمال ايه بقى رفع الدعم عن اسعار الطاقة قابل يا بيه قابل يا استاذ قابل وقاعد بقى قابل وقاعد بقى ما انت مدت ايدك وزلت نفسك واستلفت وبتاع هتيجي تقول لي بقى انا لا مش هرفع الدعم مش بمزاجك انا مش هغلي مش هغلي الفواتير مش هغلي البنزين مش هغلي الكاربا مش هغلي الميا مش هغلي القصة دي كلها على المواطنين مش هغلي الاسعار مش هفر الدرايب مش بمزاجك يا بيه مش بمزاجك يا ست انت خلاص طلبت دين وخدته مقابل ان انت خدت هذا القرد احنا اللي هندير ونقولك ارفع الدعم فانت هتلتزم ومصر ملتزمة ليه بقى مصر ملتزمة لان الشعب المصري اصلا مش في دماغ النظام هو مش شايفكو اصلا انتو بالنسبة له هوى حاجة شفافة كده مش شايفكو يعني يعني مش عامل لكو حساب كمصريين يعني هوى من حساب للارصدة للقصة العاصمة الادارية الجديدة المنرويل الافتتاحات المساجد الكنايس في العاصمة الادارية الجديدة اعلى مأزنة واعلى ساري واعلى مش عارف ايه وخد بقى افعل التفضيل دي حطاف كل حاجة تبقى فين في جمهورية مصر العربية الجديدة امار انا وانت عم احمد وست الحجة والناس الحلوة دي والناس الطيبة وشعب مصر عايشين فين عايشين في جمهورية مصر العربية القديمة اللي بيترفع عنها الدعم وبتترفع فيها الاسعار وللأسف بيترفع برضو فيها المواطن طيب احمد في مشكلة اخرى حياء قالها يا صندوق النقد متعلقة بالبنزين والسولار والغاز والطاقة وهي دي تهم كل مواطن الان لان حقيقة انت عارف البنزين لو يعني غير القرش واحد كل حاجة بتغلي كل حاجة ولعت العربيات اللي بتحط بنزين غلي دي بتغلي بعد كده كل حاجة في النقد والنهاردة صندوق النقد الكلام هو الاخطر حقيقة في التصرحات الحالية هي ايبقى قالك ان مصر ملتزمة برفع الدعم تماما عن الطاقة ايوا يعني اللي حيب عندك دعم على البنزين ولا على الغاز ولا على السولار ودي يا جماعة على فكرة اخطر ما قيلة في تصرحات صندوق النقد اخطر ما قيل ان مصر ملتزمة امام صندوق النقد النظام المصري وقع وبصم بالعشرة انه هو النهاردة حيرفع الدعم عن اسعار الطاقة انتوا عارفين حضراتكم ده معناه ايه؟ ده معناه ساعدتك ان الفترة اللي جاية البنزين حيولع هو الاخر وان الغاز النهاردة غاز الطبيعي في البيوت او انابيب المتجاز نفسها ان النهاردة وسط الانبوبة 150 معرضة ان تتضاعف فعلا سارها الى 350 جنيه زي ما قالت سابقا وزير البترول لو حضراتكم فاكرين ولو الصلار النهاردة والبنزين غلي انت داخل في ازمة كبيرة جدا هذا اخطر ما في تصريحات صندوق النقد اللي هو ان احنا اسعار الطاقة في مصر هيتم رفع اي دعم عنها طبعا حضراتكم عايز اقولك الدعم ده من حق المواطن يعني هو النظام المهيمن على مقدرات المصريين وطروتهم وعلى الميزانية بتاعتهم واللي هو النهاردة بشكل او باخر بيحاول النهاردة يسير الميزانية دي لصالح الشعب لما يلاقي النهاردة الشعب القوى الشرائية بتاعته مش قادرة الدخل بسيط للمواطن والقوى الشرائية مش موجودة فبيتدخل هنا يعني ايه الدعم هو ايه دعم ما تساعدتك عشان برضو ما بعارفين يعني الدعم الان مش منا ولا صدقة من الحكومة للمواطن الدولة بتتدخل في الوقت المناسب لما تيجي سلعة تبقى اكبر من القوى الشرائية للمواطن عشان تدعمها فتخفض سعر هذه السلعة تخفض سعرها عشان تبقى في متناول هذا المواطن النهاردة لو رفعت دعم بشكل او باخر يبقى احنا حضراتكم هنعمل ايه يبقى النهاردة هتاخد سعر البنزين كما هو الدولار ساعتك النهاردة في ظل الغلاء الفحش بتاعه الخمسين جنيه هنعمل ايه انت عندك مشكلة اخرى ساعتك لو انت عارف المشكلة بتقول زى ما قال بالامس الخبير الاقتصادي الكبير الدكتور هنة توفيق قالك الدولار حيغلى اتنين جنيه كل شهر الام الجاي يعني اذا هيتحرك من خمسين مع نهاية العام يوصل الى ما فوق الخمسة وستين جنيه طيب بعدين فدي مشكلة اخرى احمد اذا مرة اخرى يلطمنا ويصفعنا ويضربنا صندوق النقط بيتحكم فيه بانه من الاخرى والزم الحكومة المصرية بعدم دعم اي سلعة خلي بالك ما هو ده اللي انا كنت بقول له من شوية دكتور عطوان انت هتسمع الكلام وهترفع الدعم وهتموت الشعب ومش هتقدر تقول لك ايه بقى اذا انا حابيه برضو زي السياح كده بجنيه وجنيه نص تين جنيه طب الناس يعمل ايه الناس مش طعف تعمل حياتك طيب والناس مش هتلاقي تأكل والناس دلوقتي يا جماعة بصراحة بقى يعني انا ما عرفش يعني الناس بصراحة لو مستمتع بما يحدث والله يعني انا انا مستغرب جدا انا مستغرب جدا ان ان انت هو وانت بتتابع الاخبار يا جماعة اوعى اوعى تفتكر ان هي كلام كده بيمر عليك وعنوين بتقرأه وخلاص احنا بنحاول نعمله دلوقتي ده بنقعد مع حضرتك كده ونقعد مع بعض ونشوف وضعينا عامل ازاي والناس دي بتقول ايه وموديها البلد على فين لان مهم جدا يبقى في حد صاحي ومدرك اللي بيحصل وعارف احنا رايحين على فين وبيتعمل فينا ايه احنا بتتعمل علينا مؤامرة ايوة بتتعمل علينا مؤامرة صندوق النقد مش في دماغه شعب مصر خالص ولا هو مثلا بيدي التمانية دول عشان المواطنين والازمات الاقتصادية تتحل والازمات الصحية تتحل والملفات كلها تبقى فيها حال حالة لا ما بيعملش كده باشا صندوق النقد قصته بيدور على بيئة خصبة يشتغل معاه اه انا راجل بسلف يبقى البيئة الخصبة بتاعتي ايه عايز عالم كحيانة معهاش فلوس مش لها يتاكل او بتجر بشعبها فروح اقول له ايه انت محتاج ايه يقول لي محتاج ده انا محتاج ومحتاج ومحتاج اذا انت يعني انت لو بتبص يا باشا انت لو بتسلف العالم كله شوف انت بتسلفهم كم ودهم لنا ده احنا يا باشا في الحضيد فيجي الصندوق يقول لك ايه طيب هو احنا لو سلفناه هو عنده حاجات استراتيجية ومواقع جغرافية مهمة ومميزة وعنده اصول ينفع نرجع لها لو هو ما قدرش يسدد الخطة بتبقى كده فيبعت لجنة تقعد بقى وتبص وتشوف عشان كده يا جماعة راس الحكمة صندوق النقد كان عنده معلومات اكتر من انا كشعب مصر فيما يخص هذه الصفقة الفناديه التاريخية صندوق النقد كان يمتلك معلومات مفصلة عن هذه الصفقة صندوق النقد يمتلك معلومات مفصلة عن جبل الزيت والزعفرانة يمتلك معلومات مفصلة ايضا عالراس جميلة صندوق النقد البنك الاوروبي يا جماعة البنك الاوروبي عشان يعمل اعادة اعمار وتنمية وافق على تمويل صندوق اكتس على محطة رياح جبل الزيت بكام بص بقى الحاجات اللي انت لا تقدرها ولا تدرها ولا تستطيع ادارتها وفاشل كحكومة في اقدارتها بص بقى البنك الاوروبي والناس اللي بتيجي تجديك فلوس عارفة الايمة وعارف هو يقدر ياخد كم من هذه الاصول المهمة بيقولك بكام بقيمة مية واربعين مليون دولار مية واربعين مليون دولار طيب النهاردة هو هو نفس الصندوق اللي بيقول انه مصر ملتزمة هو اللي بيشكك بمصدقية مصر بشأن سعر الصرف والتحول لنظام مارن ما هو عنده خبراء مين ده مش مصطفى مدبولي لا اللي عنده خبراء صندوق النقد الدولي قالك ان رجوع مصر لسعر صرف سابت للجنيه في شهر ما يدروش هم بيعلنوا بيتكلموا لكن نيجي نشوف على ارض الواقع مش هتقولي ده الصندوق اللي كان بيشكر فيهم من شوية بقول مصر ملتزمة ومصر تمام وبنديها هو هو اللي بيشكك في مصدقية مصر اه لان الصندوق يا جماعة كما لو كنت تتعامل مع جماد ما عندوش مشاعر عنده كلمة اسمها المصلحة حقي انا اديت لازم اخد مش هتقوله بقى والنبي والله مرات خالي كتتعبانة وكان محتاجة تعمل عملية فديت لها فلوس فمعلش هياجل القصة بسمعكش اصلا ولا بيشوفك وبيقل اه ها تمام اه الفلوس فين حتك بقى انه اسألك الفلوس فين دي كمان صندوق النقد تخطاه تخطاه ازاي بقى هو اللي بيدير اصلا القصة وبقى هو اللي بيعلن زي ما قولنا من شوية مصر هتبيع ايه وهتاخد ايه وهتزبط حالها ازاي طيب احمد عشان برضو السادة المشاهدين ما تستغربوش وايه موضوع سندوق النقد سندوق النقد انا والعرب يشغاليه من اول حلقة سندوق النقد قال سندوق النقد اكد سندوق النقد نفى لان حضراتكم سندوق النقد اعلن اعلن في وثيقة رسمية اعلنها للعالم كله عن مراجعته ليه البرنامج لسندوق مع مصر فبيسجل ملاحظاته السلبية او الايجابية او نصائحه او الشرطاته فبنقول لحضراتكم ايه الموضوع قال سندوق نقد نفسه قالك لا سعر السرف برضو مش حقيق خمسين جنيه مش حقيق وده يؤكد ما قاله الخبير الدكتور هنتوفيه الخبير الاقتصادي المعروف ان الدولار هيوصل سبعين وخمسة وسبعين ان قالك اثنين جنيه كل شهر في سنة هيبقى هيوصل النهار ده مثلا اربعة وخمسة وعوشين جنيه معه خمسين خمسة وعبين جنيه سندوق نادي واكد على ذلك ان السعر الحل الدولار غير حقيقي وفي نفس الوقت قال لنا حاجة من الاخبار المحزنة لو اي حد حطت فلوس البنك ربنا يكون فهم خاصة اللي حطتها بالدولار امسك ايدك على قلبك وقول يا رب يا رب اخطر ما قاله السندوق في بياناته الخطير عموما هذا الخبر في ظن انا ايه بقى قال البنوك المصرية الحالية توسعت في اقراض الحكومة بالسلف الحكومة داخليا ما قدره اكتر من تمانية مليار دولار هبا 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 ربنا يسطر ويلطف ربنا يسطر ويلطف اي حد النهاردة حطت فلوسه بالدولار في البنك ربنا يسطر عليه الكلام ده سندون نادو ازهره وقال يا جماعة سندون نفجئنا ان البنوك الداخلية بتقرض الحكومة من فلوسه من اموال المودعين تمانية مليار دولار قال لا طب النهاردة ساعدتك المودعين لو راحوا النهاردة عايزين فلوسه هتعمل ايه وكيف تقوم البنوك المصرية بهذا الخطأ الفادح اموال المودع عندك امانة امال المودعين امانة ازاي الحكومة تدخل وتاخد تمانية مليار دولار من اموال البنوك المصرية طبعا هو بقول تلات طفل البنوك اقردت الحكومة تمانية مليار اقردت ايه ده البنك المركزي بمنهم مهيما على البنوك الحكومية والبنوك الخاصة خاد تمانية مليار دولار طب النهاردة افرد انت عندك وعكة في الدولار وازمة في الدولار البنوك النهاردة دي عايزة فلوسة للمودعين فيه مودع النهاردة حاطت مئة الف دولار وعايز يروح يخدهم هيعمل ايه هتدوم له بالجنيه المصري ولا بالدولار دي بقى ازمة من الازمات وده حياة سرقة علنية لاموال المودعين اكتر من تمانية مليار دولار مودعة في البنوك المصرية من مودعين مصريين خادتهم الحكومة الان تحت بند اقتراض استلفنا من البنوك الله طب انت كده عندك شلل في الحياة الاقتصادية وفي ازمة دولارية طب انت ليه دخل المودع معاك الان في مراهنة معاك طبعا ده كلام برضو في كمة الخطورة طيب انا عايز بقى ايه ناخد كم خبر كده مع بعض لان احنا عايزين نوصل الناس للمعنى الاخير يا دكتور عطوان اللي هو القصة بتاعت صندوق النقد ايه وزا ما يلنا في فريق الاعداد ما شاء الله عليهم عمل لنا تقرير محترم بيلخص لنا المشهد فيما جاء في هذا التقرير اللي خرج من صندوق النقد الدول فانا مثلا النهاردة اهو زي ما دكتور عطوان تكلمكم في موضوع البنوكة جماعة والقارد اللي كان او القروض اللي كانت على المكشوف وبدون الرجوع لوزارة الملايين قالك بستسيد صندوق النقد يحذر مصر من العودة الى التحكم في سعر الصرف واقراض المركزي للحكومة اللي بعده صندوق النقد 2.4 مليار دولار عائدات صفقات الطروحات الحكومية المصرية في الاشهر الاخيرة وتوقعت الحكومة ان يتم اغلاق العديد من الصفقات الاخرى التي تم احناس تقدم كبير فيها اللي بعده عوائد 3.6 مليار دولار صندوق النقد مصر تستهدف بيع اربعة اصول انا والله انا بصوت بقى قوي كده يعني بصوت ان صندوق النقد بقى بيوصف زي ما احنا بنوصف يا جماعة بتقول ايه صندوق مصر تستهدف ايه استثمار قالك لا بيع اربعة اصول العام المالي المقبل يعني مصر بيبيع اصول ولا انت ايه رأيك رئيس لا ما هو ده جميل خلي بالك والاجمل والتقرير اللي بيقول مش احنا مش انا وانت والاجمل المواقع المصرية نقلت هذا اللفظ اه طبعا يعني موقع مصراوي على رأسه لأستاذ ماجد الجلات فرافو عليك واهو كاتب هو الاخر بالترجمة الحرفية لسندوق النقد بيقول مصر ده السادف بيع اربعة اربعة اصول العام المالي المقبل اذا بتبيع بتبيع اصول بيع وات بس كم طب قالك السنة دي حيبيعه انت لسه قال الخير من شوية باتنين اربعة من عشر مليار دولار ده كمان السنة جاء مخططين حيبيعه بكام طبعا باتنين او تلاتة وستة من عشر مليار دولار تلاتة وستة من عشر مليار دولار بيع اربعة اصول العام المالي الموجل. طب سندوق النادي كمان رصد حاجة سيئة جدا. اه. ايه بقى حضراتكم? قالك ان الشركات البترول اللي عندنا يا جماعة شركات البترول في اي حتة بيجيب دولار. بترول يا عم نفط يا عم براميل يا سيدي. انت شركات البترول المصري شغالة في البترول. ده انت لو عندك النقاردة المصريين لو واحد فراش او ساعي شغال في البترول بيحسدوه. بقولك ساعي ساعي. شغال في المفيف في اي شركة البترول بيحسدوه. ايا عم ايو يا سيدي. شغال في البترول يا عم من اعدك. شركات البترول المصرية. تخيل مديونة لشركات النفط العالمية بخمسة مليار دولار. خمسة مليار دولار. مديونة. انا نفس افهم. يا جماعة الشركات دي بتجيب لمصر عائد دولاري ولا بتنداع عشان عشان وتبدي خمسة مليار دولار مديونة لشركات عالمية. ايه ده? ايه اللي بيحصل?